تولي مملكة البحرين مملكة البحرين قطاع الصناع اهتماما بالغا بما يرفض مسيرة البناء والتطوير في المملكة ويسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين حيث يعد هذا القطاع احد القطاعات ذات الاولوية في مملكة البحرين والذي يأتي تحقيقا لاهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 استراتيجية قطاع الصناع 2022-2026 جاءت معززة لدور القطاع الصناعي واسهامه في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية التي ستعمل الاستراتيجية على تنفيذها ومنها انشاء منطقة تجارية امريكية والتي ستكون على مساحة مقدرة بمليون ومائة الف متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول يونيو من عام 2025 وفي اطار زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى الولايات المتحدة الامريكية تم التوقيع على عدة اتفاقيات ومن ابرزها ما تضمنه منتدى الاعمال البحريني الامريكي حول المنطقة التجارية الامريكية التي تم تدشينها مؤخرا في مدينة سلمان الصناعية والتي تعزز بدورها من التجارة بين البلدين الصديقين وتسهم في ازالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية امام التجارة كما تسهم ايضا في ازالة الحواجز الاستثمارية عبر البلاد منطقة التجارة الامريكية تأتي شاهدا على متانة العلاقات الاقتصادية والشراكة التجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وتلعب دورا محوريا في استراتيجية قطاع الصناع الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين وتحتل هذه المنطقة موقعا استراتيجيا بالقرب من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد واميناء خليفة بن سلمان لتسهيل الخدمات اللوجستية وضمان التدفق السالس للسلعي والمنتجات ومن المتوقع ان يسهم انشاء هذه المنطقة في الدفع بالتجارة الثنائية بين البلدين الى افاق ابعد اشتركوا في القناة